السلام عليكم ومرحبا بكم كامل اليوم نتكلموا على أول حرب أهلية ولا أول انتفاضة للشعب الشعوب شمال إفريقيا ضد قرطاج يعني بمنظور اليوم بصحف هذا كل وقت كانت مجرد حرب حرب مرتازقة البعض المؤرخين هذا الحرب لدارت بين 241 و237 قبل الميلاد وكما قلنا هذا الحرب كانوا سموها بحرب المرتزقة بالصحة المؤرخين المعاصيرين كتبوا عليها بعين واحد غراء وهذا الحرب كانت دامت ثلاث سنين بين قرطاج والمرتزقة لها اللي كانوا مخلصين من عندها وكما تكلمنا هذا الجيش القرطاجي اللي كان الأغلبية دياله مكون من الشمال الإفريقيين لهم الليبيين والنوميديين إلى آخره رغم وجود العناصر الإغريقية واللي كانت عيشا في البحر الأبيض المتوسط من اللي حكاو على هذا الحرب هو المؤرخ بوليبيوس وكانت هذا الحرب هي سبب سبة اللي ظهر بها القائد للجنرال هامي الكار البابة حانيبال وكان الانتصار دياله هو ثاني اللي جعله يكون الجيش المرتزقة الجديد وكان ثاني هو سبب تأسيس المستعمرة إسبانيا في الجزيرة الإيبيرية اللي سهمت في صمود قرطاج وسهمت ثاني في توسع الدولة والإمبراطورية الرومانية من بعد المهم هذا الدعوة بدأت بعد نهاية الحرب البنيقية الأولى وكان هامي الكار ومعاه عشرين الف جندي في الجزيرة سقلية وكان أعطى طرحة للرومان فيها بعد هزام الأسطول تاقرطاج كانوا عقدوا الصلح مع الرومان وكان هامي الكار هذا كان لازم ينزل يولي لورا القرطاج كان حسب بالليك ينزل ويستقبل استقبال الأبطال لهذا الجيش بس صح هذا الجيش كيوصل وبعض المصادر يكتب لك بالليك ما كانوا مخلصين السنين يعني كانوا يخدموا باطلوس يعني جندو هونبارك والخلاص ربي يجيب المهم كيوصل هذا الجيش اللي كان بدأوا يبعثوهم شوية شوية اجتمع هذا الجيش كامل في قرطاج وكيوصل الجيش هذا القرطاج كانوا صابوا بالليك السياسيين قالوا لهم بالليك الخزينة فرغة ومقاش واش تخلص هذه الجنود وكانوا افتهم معهم باش يخلصوهم يعني جزء من الدين اللي كان لازم يعطوهم وهذا الجيش كان بديدر لهم المشاكل في قرطاج ومن ثم كل النواب القرطاجيين كانوا يعينو للجنرال جيسكو بهيتفاوض معهم وكانوا بعثوهم المدينة سيكا سيكا اللي هي مدينة الكاف اليوم بتونس وكانوا وقالوا لهم بالكاري اللي حقو الثمان كانوا رايحين يدخلصوا بس صح القرطاجيين ما وفاوش بالوعد ديالهم ومن ثم الجنود المرتزقة هذو لتع الشمال الافريقيين وبعض الجنود الاخرى كانوا اختطفوا لهذا جيسكو ومعاه الحاشية دياله اللي كانوا واقل 700 أسبعم مئة انت الرأس وكانوا خطفوهم بعد انسحاب ديالهم من قرطاج بعد هذو العمالية قرطاج صفات أبلغ جيش بهي حامي عليها يعني المرتزقة راحو والجيش اللي كان مكون من القيادات ديالها ولا اللب الجيش القرطاجي كانوا خطفوه الخوة ومن ثم أبرز زوج قادة لهذا التمرد واحد منهم كان شمال الافريقي والليبي اللي كانوا اسمو ماتوس ماتوس كان هذا ماتوس هو اللي بدأ ينشر خبار الانقلاب في المستعمارات القرطاجية وكان ثاني معاه واحد يقول له سبانديوس سبانديوس هذا هو كان عبد روماني في روما كان القارح في الجيش القرطاجي وبعد الاتفاق بين قرطاج ورومان وكان هذا الاتفاق يوصي باهي رجع لزارطاو للحكومة الامبراطورية الرومانية وكان هذا سبانديوس مهدد بالقتل اللي كان ولي الرومان ومثل ما هذا الجيش المتمردين كان حصر مدينة قرطاج من الأرض وحصر مدينة أوتيكا ثاني أو عاتيقا وحصر مدينة هيباكريتاي ومن ثم نواب قرطاج كان يعين القائد هانو الأكبر بهي بني جيش جديد بهي تصد لهذا الجماعة يعني كما قلنا ولا كما قالت المصادر القرطاج بقى أبل جيش وهنا نشوف كيف قرطاج كانت حاكمة الشمال الأفريقي وكان هذا هانو تمكن بني الميليشية تاع المواطنين تاع تاع سكان قرطاج وكان تمكن بيجم بها على المتمردين بالصح كان ما كان شدر كما يقول نجاح ولا سيكسي وكان المتمردين داروا عليه هجوم مضاد وسلك من يديهم أبشعر كما يقول من ثم قرطاج كان دار على هامي الكار هامي الكار والد الجنرال هاني بال ثاني وعينوه الجانب الجنرال هانو بها تصد تمرد هذا في الوقت هذا اللي كان ماتوس الليبي حاصر المدينة أوتيكان كان انضم النوميديين للصفوف ديالو بعد الانتصار ديالو هذا على الجنرال هانو وبدأت الثورة العريمة ضد قرطاج الأسبب بتاع الثورة هذه ثاني هي كانت الضرائب اللي كانوا فرضوها على سكان الشامل الإفريقي وين كانوا جبروهم باي خلصوا اكثر من اللي يقدروا ثاني هامي الكار كان دار نفس الشي ودار ميليشية ثاني من القرطاجيين وكان له الحنكة العسكرية ثاني كما قلنا هامي الكار هذا هو كان القائد تاع هذا الجنود المتمردين في الصيف 240 قبل الميلاد كان خرج بالجيش ديالو بالليل هامي الكار يعني كان كما قلنا كان جينير العظيم كما هو كما الابن ديالو كان هجم على معسكر سبينديوس القائد الثاني تاع المتمردين في نهر بيرغاداس ما نعرف شو اسم في الوقت الحالي ورغم القلة تاع عدد ديالو كان تمكن به يعطي اطريحة للجيش تاع القائد هذا وكان دارت ثم معركة كبيرة بينهم بعد هذا الانتصار كان هناك امير نوميدي كان واسم نارافا كان تحالف مع هامي الكار وكان معه حوالي الفين فارس ودارت معركة في منطقة هباكريتاي وكان قتل حوالي عشرة الاف وسجن أربعة الاف والله اعلم يعني تشوفوا الارقام هنا ارقام خائلية تقول لك الشمال الافريقي كانوا يفقسوا كمال القنيين يعني كل شهر يجيبوا لك عشرة كل واحدة يجيبوا لك عشرة يعني ارقام بعض الاوقات الارقام يعني ما تدور المهم كي يحكمهم هذا المسجونين هذا كان هاملكار كان اطلق الصراح اديالهم وهذا ما جعل البعض منهم ينضموا للمعسكر اديالهم كالحرب دخلت في العام الثالث ديلها السبينديوس وماتوس يعني كانوا ارهقوا من هذا الحرب في هذا العام ثاني كان ماتوس يعني كي كرهوا يعني ثلث سنين هم يدبزوا واش دار هذا ماتوس كان حكم هذا القائد ولا الجنرال جيسكو وسبعم من الجنود ديال اللي كان اللي كان خطفوهم في كبدات الحرب قطعوا يديهم وكسروا رجليهم وحرقوا لهم عينيهم ثاني ورماهم في كهف يعني الحرب هذه كانت متميزة كما يقولون بالأعمال الشنيعة من زوج معسكرين كوصل للخبار هذا الهامي الكار كان هو ثاني ابدا ليحكم من المتمردين كان يجيب الفيالة ويكرز وهم واحد واحد حتى يموتوا يعني هذا الحرب لم يكن فيها لا بداية لا نهاية لا هدنة ولا والو من ثم الحرب هذه كان اسموها حرب الهدنة ونذة روسلس وورس الكفة مالت للمتمردين وللجماعة ماتوس ولجماعة ديالو وكان تنظمت إليهم الزوج مدن اللي كانوا حاصروا أوتيكا وهيبا كريتاية يعني هذا اللعفايس روثاني واقيل في وقت ماسينيسا في الحرب البونيقية الثالثة يعني هنا نشوفوه المكون المجتمع القرطاجي يعني ما نعرف كيف أنت الدور على أولاد بلادك وهذا الناس أوتيكا وهيبا كريتاية كانوا قتلوا الحامية العسكرية القرطاجية فيهم وانضموا للمعسكر المتمردين ولا المعسكر الليبي ولا الشمال الإفريقي ومن ثم تقوى المركز المتمردين بهذا الزوج مدون اللي كانوا انضموا لهم وزاد انضم لهم جيش تاعة خمسين ألف ليبي قيادات واحد لبنأدم اللي يقولوا له زارزاس ومن ثم القرطاجيين عطاوا يعني عطاوا زمام الأمور للقائد هامي الكار يعني كانوا هانوا هذا نحوه هامي الكار هذا ما كانش قادر يواجه الجيش الليبي ولا جيش المتمردين لقلة العدد ديالهم وكان بداء يهجم عليهم من نوم يعني كان يدير معهم مناوشات بارك بالصح كان مارس سياسة التجويع وبدأ يقطع عليهم مصادر التموين وبدأ يهددهم بالجوع وهذا واشكانسرا في واحد المعركة وهي معركة المقطع ولا الممر ولا المنشار الى ترجمناها حرفيا للعربية وكان حصرهم في الواحد الواد قلنا في 239 وكان في هذا الحصار استسلم حوالي 40 ألف جندي يعني كما يقولون الأرقام يعني ديما أرقام خيالية وكان تمكن ماطوس الليبي من الفرار من غير كان القبض على زارزاس وسبلينديوس هذا وكان صلبهم فوق الجبل وين الجماعة كامل قدران تشوفهم في نفس الوقت يعني هذا هامل كان له القائد تاع الجيش ديالو هنا ياك كان هو أسمه هانيبال يعني نفس الاسم تاع الولد ديالو بصح ما هذا ما كان ش هانيبال يعني كنشوف الأسماوات الجيش القرطاجي ولا الجنير التي تتاعهم ولا ديالهم ديما نفس الأسماوات الدور يعني جيسكو هامل كار هانيبال يعني يعني اللي يقرأ التاريخ يبدأ يشوف العفايس هذا المهم قلنا صلب هذوك الجماعة وكان علقهم وين الخاوة كامل تشوف وفي نفس الوقت ما توس هذا كان هجم عليهم هجوم البرق يعني صدم عليهم هكذا في غفلة وتمكن به يحكم القائد تاع الحامية تاع الجيش القرطاجي هذا الوقت اللي كان هو هانيبال هو والقيادة دياله وكان نح ده وانح الزوج قيادة دياله اللي كان وزار زاس وسبندوس من فوق الصليب وكان صلب الجماعة هذو ومن ثم يعني في نفس المرحلة روما كانت صدمت على جزيرة سيردينيا ودتها وصابت العذر بالليك قرطاج كانت اخترقت اتفاق السلام وهنا المؤرخ يقول لك بليك كان كرح هامل كار للرومان هامل كار كان وجه نظرة دياله للتنرد الليبي ولا للمرتازقة وكان هامل كار اجمع عشرين الف مقاتل ولا مرتاز كما تحب سميهم يعني هنا لك شغل رهي لم في الكوكو يعني عشرين الف المهم بس صح في نفس الوقت ما كانش قادر من الجيش الجيش تاماتوس وهذا العشرين الف كانوا ثاني معظم هم ليبيين وكانت دارت بنتهم معركة في منطقة لابتس وكانت خلص منه وحكمه وهم الكار ولا القرطاج عاد عودة الأبطال المهم رغم هذا قرطاج أبقى تعتمد على جيش المرتزقة كما قلنا هذا تمرد يعني عسكري من أجل الخلاص ولا الدراهم بالصح خلاص في تمرد يعني سكان شمال الإفريقي لأول مرة وكما حكينا لكم كان في هذا الحرب الليبيين كانوا صكوا العملة أدي لهم راني نديك لكم العملة هنا وين في العملة هذه كانوا كتبوا ليبو بالإغريقية يعني هذا واحد الحاجان اللي ما تسمعش عليها بزاف من أهم المعارك كما قلنا معركة باقراداس اللي كان فيها 10500 قرطاجي و 15000 من ناحية المعاركة اللي دارت اللي دارت في عام 239 قبل الميلاد اللي فيها كانوا دبزو 12000 قرطاجي و 50000 ليبي يعني كما قلنا أرقام خيالية بالصحة اللي حين كان تاعة الجنرال القرطاجي تمكن بهاي سيطر على الوضع و حسب رأيي كانت هذه هي أول انتفاضة يعني قومية لسكان شمال إفريقيا يعطيكم الصحة الكامل على المتابعة و نشكر الجميع يعني من يصححنا ولا ما رانيش نحكي لكم هنا يعني عفايس كما يقولون 100% بل لكن نغلط نشكر الجميع اللي يجبد لنا كما يقولون النظر لبعض الأخطاء اللي نديروها في الإعداد تاع الحصان يعطيكم الصحة و نتلقى في ساعة الخير و نبدأ لكم الرابط هنا اللي حبي طالع على الحكاية هذه من الكتاب ولا الموقع تاع بوليبيوس يعطيكم الصحة